السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات التعليم الزراعي الصف الثالث فني التصنيع الغذائي أهلا وسهلا بكم في برنامجنا النهاردة النهاردة الوحدة اللي هنتكلم عليها هي تكملة لوحدة العصائر والمركزات طبعا احنا عارفين ان البرنامج فني التصنيع الغذائي ده المفروض ده من ضمن الوحدات المفروض بيدرسها اللي هي وحدة العصائر والمركزات اتكلمنا المرة اللي فاتت والحلقات السابقة عن مخرجات التعلم قلنا المخرج التعلم انه هو بيصنع العصائر والمشروبات وبعد كده بيصنع المركزات اتكلمنا في حلقة العصائر والمشروبات اتكلمنا معايير أداء خلنا بمعايير أداء المفروض الطالب يأديها ومعايير الأداء ده حيتم تقييم الطالب عليها من خلال بطاقة الملاحظة ومن خلال الاختبار التحريري او الشفوي احنا ما جينا اتكلمنا عن يصنع العصائر والمشروبات اتكلمنا اول حاجة عرفنا ازاي بنعرف نحضر المحليل السكرية ومحليل الملحية والاجهزة اللي احنا بنستخدمها في قياس التركيز سياء كانت الايدروميترات في عندك ايدروميتر البالنج والبيركس والبومي والسالوميتر واحنا تكلمنا عن حلقة كاملة ازاي نعرف نقيس بالطريقة الصحيحة وهي شروط الاياس الصح وازاي تستخدم الايدروميترات في عمليات القياس علشان خاطر تحضر محليل مظبوطة او معلومة التركيز كلمنا بعد كده كمان ان احنا ازاي من خلال مربع بيرسون بنبتدي نعرف كمية الملح او السكر او الماء اللي احنا هنبتدي نستخدمه علشان خاطر نعمل محلول بتركيز مظبوط مية في المية كلمنا برضو من ضمن الحاجات اللي المفروض الطالب حيعرفها في فن التصنيع الغذائي بتاعة وحدة العصائر والمركزات انه هو ازاي يصنع العصير كلمنا عن تصنيع العصير وعرفنا ايه هي الاصناف التي تنفع انها تتعامل عصير سيان كان عندنا مثلا لما تيجي تستخدم البرتقان نستخدم البرتقان البلدي نستخدم الليمون الاضالية نستخدم الفواكه اللي نسبة المركبات اللون والطعم وريحة بتكون عالية علشان العصير اللي عندك يكون جودته عالية وعرفنا برضو ان العصير فيه صفات جيدة ليه لابد انه هو عبارة عن العصارة الطبيعية لسمار الفكهة او الخضر الفكهة لابد ان تكون خالية من اي اصابات فطرية ومن اي تخمرات وبيكون العصير ده بيحتوي على اللوب او جزء منه ومعامل بطريقة حفز مناسبة واتكلمنا ايه هي الخطوات الاساسية اللي احنا بنصنع منها العصير بداية من اختيار الصنف والاستلام وبعد كده عملية استخلاص العصير واتكلمنا وقلنا ان كل نوع من انواع السمار ليها نوع من انواع العصارات بما يتلائم مع طبيعة هذه السمار ده كل ده الكلام ده احنا قلناه وده يا دبك انا بعملك استرجاع بسيط عشان هندخل في الحصة بتاعت النهاردة ان شاء الله كلمنا برضو المرة اللي فاتت احنا ازاي نصنع الشراب الطبيعي وقلنا الفرق بين الشراب الطبيعي والفرق بين العصير قلنا ان العصير ده ما فيوش اي اضافات يعني لا بنحط له سكر ولا بنحط له اي اضافات ولكن ممكن ان هي يضاف لي المادة الحفظة المادة الحفظة دي ممكن انها بتحفظه احنا بنستخدم وسيلة حفظ مناسبة لطبيعة العصير لكن الشراب الطبيعي قلنا عبارة عن ان هو عبارة عن عصير فاكهة بس مضاف اليه احد الاحماض العضوية ومضاف اليه السكر ومضاف اليه قد يضاف اليه الاسانس وقد يضاف اليه المادة الحفظة وبرضه تبصت لقيه معامل بطريقة حفظ مناسبة واتكلمنا وقلنا إزاي إحنا بنصنع الشراب الطبيعي وقلنا إن الشراب الطبيعي أول حاجة بنعمل عملية تجهيز للعصير طبعا من خطوات تجهيز العصير اللي الطالب عارف معايير الأداء اللي حيبتدي أي يعملها في صناعة العصير وحيبتدي ياخد العصير ده اللي هو جهزه وبقى كويس وحيبتدي يعمل إضافة للسكر عليه خدنا ثلاث أنواع من الإضافات للسكر في الإضافة على البارد في الإضافة على الساخن في الإضافة على النصف ساخن وعملنا مقارنة بين الثلاث إضافات من حيث الوقت ومن حيث اللون ومن حيث الطعم ومن حيث ظاهرة الترويق اتكلمنا برضو بعد كده أنه أنت بعد ما تيجي تعمل الشراب الطبيعي أنه أنت بتبتدي تعمل عملية التعبئة وعملية خلخلة الهوى وعرفنا احنا بنعمل خلخلة للهوة ليه علشان نخافز على الشراب من حيث مركبات اللون والطعم والريحة وما حصلش انتفاخ للعبوة طبعا كل دي الحاجات دي خدناها كلها المرة اللي فاتت وعرفنا ان الشراب الطبيعي والعصير لهم قيمة غزائية عالية وذلك لاحتواءهم على العصير والعصير ده اللي هو بيحتوي على الخضرات سواء كان عصير فاكهة او خدر وده طبعا بيبقى مصدر للفيتامينات والاملاح المعدنية ومصدر للسكان وبالتالي هتبص تلاقي كمته الغزائية بتكون عالية طبعا الكلام ده كله خدناه وعرفنا بطريقة بسيطة ان احنا لما يكون عندك فيه شراب طبيعي وفيه عندك العصير بتعرف تفرق الاتنين فيهم ازاي والنهارة بقى ان شاء الله هنتكلم عن حلقة تانية جديدة اللي هي الشراب الصناعي ودي تبقى كده العصائر والمشروبات هتكون خلصت بان انت عملت الشراب الصناعي بعد كده فيه عندك المركزات المركزات اللي هي هنبتدي ازاي نصنع المربة ونصنع الجيلي وازاي نصنع صلصة الطماطم كل دي اسمها المركزات انما النهاردة هناخد الشراب الصناعي وحناخد الشراب المستخلص اللي تنديه اللي هناخده من النهاردة ان شاء الله وحيكون بالنسبة لنا هنعرف ايه هي معايير الاداء اللي مفروض الطالب حيبتدي يقديها بطريقة صحيحة علشان خاطر احنا نقول عليه انه هو طالب جادير لان فن التصنيع الغذائي لابد ان فيه وحدات يبتدي يخلصها بعد ما بيجي يخلصها بعد كده بنبتدي لابد ان احنا بنعد الطالب المهاري يعني كويس بحيث ان هو يعف يشتغل في المصنع برغم انها مهارات بسيطة ولكن دي بتسقله بالمهارات والمعارف الكويسة اول حاجة هنبتدي الشق المعرفي الخاص بالشراب الصناعي الشراب الصناعي ده هبارة عن ايه الشراب الصناعي هبارة عن محلول سكري طبعا ده محلول سكري يعني مية بسكر طيب مضاف اليه احد الاحماض العضوية واحد الاحماض العضوية اللي احنا بنضيفه في الشراب الصناعي هو حامض السيتريك وده اللي احنا بنستخدمه على طول برضو احنا بنستخدم في احد الالوان الطبيعية او الصناعية بس ايه مصرح باستخدامها في المواصفة القياسية احنا بنشتغلش مننا لنفسينا لا لا بد ان احنا عندنا تحكمنا مواصفة قياسية طيب بتشوه مضاف اليه الاسانس اللي هو الاسانس المكسب للريحة والطعم طيب وتبص تلاقي تركيز السكر فيه بيتراوح ما بين من 65 ل 70% ومضاف اليه قد يضاف اليه بعض المواد الحفظة يبقى كده ببسطة جديدة محلول سكري مضاف اليه ملح مضاف اليه اصانس مضاف اليه مضاف اليه مضاح حفظة كل ده اسم الشراب الصناعي طيب انا برضو عايزة اوريكو شكل اللون فيه عندنا دلوقتي لما انت تشوف كده عندك حامد استريك اهو حامد استريك ده اهو اللي هو ملح اللمون ده ملح اللمون ده 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 بيتحط ده بيتحط بينسبة 5 جرام لكل واحد كيلو سكر 5 جرام لكل واحد كيلو سكر وانا بحطه حامد استريك ده لمنع ظاهرة التسكير وهو شكله شكله بيبقى هو بتقس بالميزان طب نبتدي اللون اللي عندك اللون اللي انت بتحطه فيه اللون اللي هو هو اللون ده هو عندك الوان كتيرة جدا فيه عندك اللون الاحمر بما يتلقى مع طبيعة الايه عايز تعمل شراب الورد طبعا هتستخدم اللون الايه اللون الاحمر عايز تعمل اي شراب تاني غير الورد شراب البرتقان هتستخدم اللون اللي هو الايه الورانج طبعا ده من نسبة دي أول حاجة عايزة أوريكلها طبعا إحنا بنستخدم برضو السكر ده حاجة أساسية جدا إنه هو تستخدم السكر بنعمل إزاي إيه الخطوات الأساسية أو قبل ما أقول الخطوات الأساسية لصناعة الشراب الصناعي أحب أقولك إيه القيمة الغذائية بتاعته نجد أن الشراب الصناعي يفتقر للقيمة الغذائية لأنه عبارة عن كلها حاجات صناعية ممكن إلى حد ما يعني في نسبة سكر تبقى شوية السكر دولي أمزها للطاقة بس هو لا يحتوي على أي فيتامينات أو أملح معدنية أو أي حاجة لأنه مفوش عصير خالص نهائيا ولكن ممكن كمان بيكون ملوش أي فائدة خصوصا لو إحنا استخدمنا بدل ما استخدمنا السكر استخدمنا المحليات الصناعية وبالتالي كده مش هيبقى لي أي نوع من أنواع الفائدة بس هو ده بيبقى محبب للناس بتشربوا كده كنوع من الترطيب في فصل في فصل الصيف طيب ماجي ده وقت أقولك إيه هي الخطوات الأساسية في صناعة الشراب الصناعي أول حاجة بنعملها رقم واحد بنحضر المحلول السكري على الساخن يعني إيه على الساخن إن أنا بجيب بجيب الخامات بتاعتي السكر والمية وأبتدي على النار أبتدي أعمل عملية إزابة كاملة للمحلول السكري اللي عندي ده كل ده على الساخن طيب بعد كده أبتدي بعد ما جي أبص ألاقي أحط اللي هو حامد السيتريك وحط حامد السيتريك بنسبة خمسة جرام لكل واحد كيلو سكر إحنا في الشراب الطبيعي كنا بنستخدم كام؟ كنا بنستخدم ثلاثة جرام لكل واحد كيلو سكر بعد كده بيتم إضافة المادة الحفظة المادة الحفظة اللي أنا بستخدمها هي مادة البنزوات وتتحط بنسبة واحد جرام لكل واحد كيلو مخلوط يعني إيه واحد كيلو مخلوط؟ المخلوط اللي هي الميا بالسكر بالكل الحاجات الإضافات اللي أنت عطتها ده اسمه مخلوط يبقى إذن أنا بحط حامد السيتريك الأول وبعد كده بعد ما بيدوب تماما أبتدي أحط البنزوات وليه بحط البنزوات لأن البنزوات لا تعمل إلا في الوسط إيه؟ في الوسط الحامد أنه هو يعي جيدا أن مادة البنزوات دي مادة حفظة ودي مصرح باستخدامها في المواصفة القياسية وفي حدود للاستخدام نحن إحنا ما نقدرش نتعدى المواصفة القياسية إحنا ماشيين تبع المواصفة القياسية البنزوات إما بتيجي تتدوب ياريت كل طالب يبتدي يدوبها في شوية مية خفيفة كده عشان تدوب تماما وبعد كده بتتحط على المحلول السكري جميع أجزاء المحلول بعد كده تبتدي تبرد المحلول تماما بتقفل عليه أي معاملة حرارية ونبتدي نستنى لحد لما يبتدي يبرد بعد ما بيجي يبرد طبعا إحنا بنحط مركبات اللون بنحط المركبات اللون اللي هي موجودة عندنا طب وبنحط الأسنس في حوالي 2-3 سنتي بس ما بيجي نحط الأسنس نبتدي نحطه لما بيكون المحلول بقى بارد عشان ما يحصلش ليه أي نوع من التطاير أو أي تغيير في التركيبة بتاعته يبقى أنت لما بيجي تحط الأسنس بتاع الشراب الصناعي لابد أنه يتحط يتحط على البارد عشان ما يحصلش ليه أي نوع من التطاير بعد كده طبعا هتبتدي تعمل العملية التعبئة ولابد أن تكون التعبئة تبقى للممارسات التصناعية السليمة الجيدة بعد عملية التعبئة بيتم عملية غلق العبوات وبالتالي بعد كده بيتعمل عملية لسق للبيانات اللي موجودة عندها أنا دلوقتي حواريكم شكل من أشكال الشراب الطبيعي الشراب الصناعي أهو قدامكم أهو دلوقتي أهو شايفين شكل الشراب الصناعي ده هتبص يتلاقيه ده عبارة عن محلول سكري مضاف إليه اللون مضاف إليه السكر مضاف إليه أحد مواد الحنز بالتركيز ده طبعا بيبقى ده مخفف خلي بالك لأنه هو الشراب بيبقى مركز بيبقى النسبة بتاعته 70% تركيز السكر فيه 70% فحبص تلاقيه خفيف طبعا انت بتاخد منه وتبتيجي تقطع عليه الماء وبالتالي بيديك اهو ده اسمه الشرباط أو شراب الإصم ده من ده من الحاجات اللي لازم تاخد برضه بالك منها خلي بالك انت ما بتيجي تشتغل في المعمل بتاعك تلبس الجوانتي بتاعك والكفاس بتاعك علشان خاطر تبتدي تشتغل تشتغل بطريقة ايه سليمة خلي بالك دلوقتي انا هقول لك الخطوات زي ما قلناها قبل كده وحقول لك بطاقة الملاحظة اللي انت هتتقيم على اساسها في بطاقة ملاحظة في معايير اداء عشان تصنع هذا المنتج بطريقة صحيحة والحاجات دي سهلة في المعمل لانها بتتعامل جدا عشان كده احنا بنعملها لك ويبقى الطلبة ماشو الله عليهم بيشتغلوا فيها كويس جدا تعالوا نشوف مع بعض الشريحة اللي عندنا دي اول حاجة عندنا مخرجات التعلم بتاعت احنا برضو حاجة على مخرجات التعلم عشان خاطر تبقى انت عارف اول حاجة يصنع العصائر والمشروبات والنهاردة ان شاء الله هنكون المخرج ده باذن اللي هنخلصه بعد كده المخرج التاني المركزات اللي هي خاصة بالمربة وبالجلي وبصالصة التماطم احنا النهاردة هنتكلم عن الشراب الصناعي اهو الشراب الصناعي زي ما انتم شايفينه في الصورة فيه عندك اللون الأخضر واللون الأزرق واللون الأحمر ده اسم الشراب ايه شراب الصناعي عندك اول حاجة اما اقولك عرف الشراب الصناعي الشراب الصناعي ببساطة جديدة هو عبارة عن محلول سكري ماله مضاف إليه اسنز لإكسابه الرائحة وإنها كان مرغوبة ومضاف إليه لون صناعي وإنه زي ما أنا وردتكو نقمت شوية لون الصناع إيه وحمد عضوي زي ما وردتكو حمد العضوي ده اللي هو حمد الستريك اللي بستخدمه وبستخدم حمد الستريك عشان أمنع ظاهرة التسكير أمنع ظاهرة التسكير طب عندك دلوقتي إما أقول لك إيه هي المواد الخام اللازمة للصناع أهم المواد الخام اللازمة للصناع أول حاجة عندك المية إحنا عندنا المية العادية طيب عندك السكر سهلة تكون موجود عندك الأسنصات وعندك المواد الحفظة المواد الحفظة المصرح باستخدمها هي مادة البنزوات وفي عندنا الحامض العضوي اللي هو حامض الستريك اللي بستخدمه بنسبة 5 جرام لكل واحد كيلو سكر طيب عندك دلوقتي في عندك القيمة الغذائية للشراب الصناعي هنقول أن القيمة الغذائية للشراب الصناعي ما لها؟ القيمة الغذائية له منخفضة لأن طبعا ما فوش ولا عصير فاكهة ولا عصير خضر يدوبك بس مية بشوية سكر لو أني ممكن يدي مصدر للطاقة شوية لأن فيه نسبة السكر ده بس إلى أن قيمة الغذائية المقارنة بالشراب الطبيعي والعصير يعتبر منخفضة في عندك دلوقتي أما أقول لك الخطوات الأساسية لصناعة الشراب الصناعي إيه هي الخطوات الأساسية؟ أول حاجة رقم واحد تحضير المحلول السكري على الساخن على الساخن يعني كله مع بعضه على النار على المد معاملة حرية زي أنت بتاخد 30 ماء زائد 70 سكر بالوزن وبعد كده إما بتيجي تعمل تسخيل ليه خالص بتعمل عملية التصفية وعملية الترشيح لأن ربما ربما يكون فيه ربما يكون فيه أي شوائق جاية من السكر وبالتالي إحنا بنعمل عملية التصفية وعملية الترشيح فيه برضو حاجة تانية أنت بتعمل إضافة حامد الستريك بعد ما بيدوب السكر تماما أنت بتضيف حامد الستريك نسبة 5 جرام لكل 1 كيلو سكر وده عشان يمنع ظاهرة التسكير اللي قلت لكم عليها اللي هي المعروف أن هي اتحاد بلورات اتحاد الجلوكوز والفركتوز وإنتاج السكيروز اللي هو هيعمل لك البلورات فأنت تمنع هذه الظاهرة بإن أنت تحط حامد الستريك بعد كده هتعمل إيه إضافة البنزوات السوديوم طب بنزوات السوديوم دي بتحطها بنسبة كام 1 جرام لكل 1 كيلو من المخلوط وعرفنا كلمة مخلوط المقصود بها إيه اللي هي عبارة عن الميا والسكر بالخلطة بتاعته كلها اللي هي موجودة عليه بعد الحامد ليه يبقى إضافة البنزوات السوديوم 1 جرام لكل 1 كيلو من المخلوط بعض الحامد ليه لإن البنزوات لا تعمل إلا في الوسط الحامد يتخلي بالك من ديشين ساعات يتتسئل فيها شفوي تبقى أنت عارف الإجابة بتاعتها بعد كده بيجيب لك إيه بيقبرد الشراب طبعا خلي بالك بمجرد أن المحلول السكري يتعامل معاملة حرارية طبعا حيتحول من محلول سكري إلى شراب شراب يعني تركز يعني تركز يعني نسبة المواد الصلبة فيه زادت طبعا بعد ما بتحول لشراب بالتركيز اللي احنا هنعرفه طبعا يبرد الشراب بعد ذلك ثم إضافة الأسانس على البارد خلي بالك الأسانس ما بيجي يضاف يضاف على البارد حتى لا يحدث له تطاير طبعا نحط قد إيه الأسانس بنحط بنسبة 2 ل3 سنتي لكل كيلو جرام من المخلوط يعني كل 1 كيلو من المخلوط هتبتدي تحط له من 2 ل3 سنتي لابد إن يتحط على البارد بعد كده بيتم إضافة الألوان الطبيعية أو الصناعية مع التقليب خلي بالك إن فيه عندنا ألوان طبيعية مستخلصة من الطبيعة زي عندك البنجر عندك صبرة الأنثوسيانين دي موجودة في البنجر فيه عندك صبرة الكاروتين اللي موجودة في الجزر فيه عندك صبرة الليكوبين اللي موجودة في الطماطم كل دي اسمها صبغات طبيعية مصرح باستخدامها طبعا وبتبقى آمينة جدا وهو إن انت بتستخدم الألوان الصناعية والألوان الصناعية دي زي ما وريتك شكلها عامل ازاي بعد كده بيتم عملية اسمها عملية عملية التعبئة كل دي تحت ممارسات صناعية جيدة وشروط صحية جيدة بعد كده بتعمل حاجة اسمها قفل للزجاجات وبعد كده بتعمل لصق للبيانات والبيانات زي ما انا قلتلك اللصق الطاحة لابد ان انت تيجي اسم المنتج تركيز السكر في ايه كل مع المترخي الانتاج المادة الحافظة المستخدمة كل الكلام ده لابد ان يكتب او يعرف المنتج بطريقة صحيحة بعد كده بقى هناخد اهم عيوب الشراب وكيفية تلافيها قبل من اتكلف الحتة دي برضو انا عايز اقول حاجة قبل ما اتعرض لهذه النقطة ان في بعض العيوب بتحصل للشراب سواء كان الشراب الطبيعي او الشراب الصناعي العيوب دي بتبقى ناتجة عن ان في خلل حصل وبالتالي احنا نبد ان احنا نعرف ايه الخلل حصل فيه علشان ممكن ان احنا نتفاداه وبعد كده ما يحصلش اي نوع من انواع اي نوع من انواع الفساد طيب ممكن بيحصل تغيير في الطعم تبصي تلاقي طعم الشراب الطبيعي او طعم الشراب الصناعي بيكون يعني طعمه مش كويس يبقى نتيجة ايه نتيجة ان انت حطيت زودت نسبة المادة الحفظة نسبة البنزوات زودتها حتقصلك على الطعم على طول يبقى الطعم البنزواتي ده طعمه غير مغروب فيه خالص طيب فيه عندك ممكن انت تكون زودت في نسبة حمد الستريك يصبح يقصر على الطعم او انت خزنت هذا المنتج لفترة طويلة وبالتالي مادة الصلاحية ممكن تكون بتاعته انتهت وبالتالي بيتغير طعمه ويصبح طعمه اكنه طعم قديم طيب انا عنشان اتفادة ده لابد ان انت تضبط معظم المكونات بتاعتك طريقة صحيحة عارفين مادة الحفظة بتتحطي قد ايه عارفين الالوام تتحطي قد ايه عارفين طريقة التخزين الصحيحة قد ايه عارفين انتهاء الصلاحية كل دي بتبتدي تتحطي الطريقة علشان خاطر ما يحصلش اي عيوب في الشراب الطبيعي خلاص يبقى تاني حاجة يبقى ده اول حاجة تغيير في الطعم ممكن بيحصل حاجة تانية ممكن يحصل زريرة التسكير تبصي تلاقي الشراب الصناعي تبصي تلاقي بلورات السكر ابتدت تظهر فيه اللي هو بتاعتك دي معناها على طول ان انت الحمودة بتاعتك مش متزبطة خالص وان انت ما دفتش حامد السيتريك بالنسبة المطلوبة اللي هي كانت عبارة عن خمسة جرام لكل واحد كيلو سكر في الشراب الصناعي وبيكون حوالي تلاتة جرام لكل واحد كيلو سكر في الشراب الطبيعي طيب يبقى انت عشان تتغلب هذا العيب تعمل ايه لابد ان انت ضبط نسبة حامد السيتريك ان انت توزن وتجهز خاماتك قبل ما بتيجي تشتغل بطريقة صحيحة علشان خاطر ما يحصلش اي خلل في هذا المنتج خلي بالك انت فيه قبل ما بتيجي تشتغل كل الكلام ده انت بتنظف المكان بتاعك وبتجهز كل حاجة وبعد كده تبتدي تعرف الخامات والادوات اللي انت هتستخدمها قبل ما بتبتدي في اي عملية تصناعية او اي حاجة بسيطة هتعملها في المعمل يبقى انتج حاجات كلها من الادوات نضيفة الخامات بتاعتك موزونة بطريقة صحيحة بالميزان وعارف كل حاجة طبعا لما يجي المقيم بيشوفك بتؤدي هذه المعايير بهذه الطريقة طبعا استحالة ما يدكش الا كلمة جدير يبقى انت كده هتكون جدير بهذا المعايير بتاعك طيب بعد كده خلاص انت عملت كل الكلام ده انا بس عايز اقول كمان ممكن ان انت يحصل اهم عيوب عندك تخمر الشراب كلمة تخمر الشراب ان انت تبص تلاقي فيه فيه تخمر حصل رائحة غير مغروبة ونمو الفطريات والخمائر طب معنى كده ايه معنى كده ان انت كنت من الاساس مفيش حاجة نظيفة معاك بمعنى استخدمت ادوات غير مظيفة استخدمت لو انت عندك شراب طبيعي انت استخدمت فاك كانت فيها اصابة وانت عديتها كده وبتديت تشتغل بيها او ان انت استخدمت كل حاجة لازم يكون فيه ادوات او حاجة مش نظيفة وبالتالي حصل لك هذا التخمر او ما وصلتش التركيز للتركيز المزبوط كل ده او استخدمت مثلا يعني مثلا الشراب الصناعي تركيز 70% تركيز حافظ انت مثلا عملت تركيز منخفض وسبتو كده بدون اي مادة حافظة اكيد لازم يحصل فيه انواع من الانواع التخمرات نفس الحكاية في الشراب الطبيعي يبقى علشان يتغلب على هذا العيب المفروض نعمل ايه نعمل عكس اللي هو حصل ده الاهتمام بنظافة الادوات ومعرفة التركيز الصحيح واستخدام المواد الحافظة او طريقة الحفظ المناسبة علشان خاطر ما يحصلش هذا النوع من الانواع الفساد فيه ظاهرة بتحصل ودي بتحصل في الشراب الطبيعي وليس الشراب الصناعي ايه بيحصل بتحصل ظاهرة الترويق دي لو حصلت سببها هو الانزيمات سببها هو الانزيمات علاجها علاجها عملية البسطرة البسطرة احنا اخدناها ان البسطرة هي عبارة عن معاملة حرائية ولكن لا تصل لحد الغليان علشان يبتدي الشراب الصناعي بتاعك الشراب الطبيعي بتاعك ما يوصلش طعم المطبوخ ده بيحصل الترويق ده بيحصل في العصير وبيحصل في الشراب الطبيعي طيب علاج هذه الظاهرة هي علاجها عبارة عن البسطرة او ان انت بتضيف حاجة اسمها مثبتات الغرويات اللي احنا كنا خدناها قبل كده اللي هي مادة التانين والجيلاتين المخلوط بتاعهم او ان انت بتستخدم الفلترسل او ان انت بتستخدم معاملات انزيمية مستخلاصات انزيمية زي مادة البكتينول او ممكن تستخدم البنتونايت كل دي حاجات مثبتات للغرويات دي الحاجة دي هتخلصك خالص من ظاهرة الترويق الترويق اللي هي بتنفصل الشراب او العصير لطبقتين منفصلتين دي طبعا حاجة غير مرغوبة فيها وانا سبق وقلت قبل كده ان عملية الترويق او عملية ان انت تعمل تخلص من الترويق دي زالة المواد الغروية والكلام ده ما يتمش في عصير العنب وعصير الجوافة لان عصير العنب والجوافة المواد الغروية دي حاملة لمرتبات الطعم والرائحة وانت لو شلتها كده يبقى انت عندك العصير بتاعك مش هيكون مظبوط خلاص كده طيب برضو احنا كده دلوقتي تكلمنا باستفادة عن اهم العيوب بتاعت الشراب وكيفية التلفية طبعا نأكد على المعلومة بتاعتنا بالشريحة اللي جاية دلوقتي عندنا اهم الشراب الاهم كيفية التلفية اول حاجة عندك العيب ونقول سببه وبنقول علاجه او تلفية اول حاجة العيب العيب الاولاني اللي عندك اللي هو عيب التسكير يعني ايه تسكير اللي هي انفصال بلورات السكر طب سببه ايه زي ما انا قلت كده قلت الحموضة طيب علاجه علاجه ضبط الحموضة ضبط الحموضة بمعنى ان انت بتضيف حامض السيتريك بالنسبة المسموح بيها في المواصفة القياسية تاني حاجة بيجيلك ترويق الشراب طب ترويق الشراب سببه بيكون ايه سببه بيكون الانزيمات طب علاجه ايه علاجه البصطرة واضافة مثبتات الغرويات اللي قلتلك عليه من قيمة شوية طب عفن الشراب برضو عفن الشراب ده نتيجة عدم النظافة يبقى عدم نظافة الزجاجيات الزجاجيات اللي انت استخدمتها ما كانتش نظيفة طب علاجه او تلفية ايه نظافة الخامات والأدوات المستخدمة يعني تبص تلاقي الشراب اللي عندك فيه عقارة كده طب سببه ايه ان انت ما اجرتش عملية التصفية المفروض انت ما بتيجي تدوب السكر في المية وتعمل محلول سكري وتعمل كده تبص تلاقي لا بد ان انت بتعمل تصفية وترشيح عشان لو كان فيه عقارة في الشراب يبتجي يتشير طب ازاي نتغلب عليها ان احنا بنعمل عملية التصفية في عندك التخمر بتاع الشراب برضو التخمر والعفن سببهم اللي هي عدم نظافة الادوات وبرضو عدم استخدام المعدة الحفظة انت ما استخدمتش معدة حفظة مناسبة وبالتالي لما تيجي تعمل ازاي تتغلب على هذا العيب او تلافيه او لازي بد من تلافيه التخمر هتعدم تلافيه برضو نظافة الادوات تعدم بمعنى ان انت لو عندك شراب صناعي او شراب طبيعي في ظاهرة التخمر لابد ان تعدم هذا المنتج تماما خلاص طيب تغيير في الطعم زي ايه ان ان انت بتزود مدة التخزين زادت منك او زودت الحامض او زودت المادة الحفظة دي طبعا هتسبب لك ان الطعم بيكون متغير طيب ان احنا العلاج ده ايه ان انت بتستخدم المواد الحفظة والحمد بالنسبة المطلوبة طيب رقابة الجودة على العصائر والمشروبات رقابة الجودة على العصائر والمشروبات يعني ان انت بترقب المنتج بترقب المنتج في كل شيء بترقب المنتج في كل شيء سيان كان مراقبة ميكروبيولوجية او مراقبة فيزيائية او مراقبة كيميائية تعال نشوف اول حاجة ان احنا بنعملها ايه الفحوصات الميكروبية لما بتيجي تعمل منتج بتعمل فحوصات ميكروبية يعني ايه بتدخل وبتودي للمعمل ايه هي دي العد الكلي بتعمل يعني ايه عد كلي بتعمل عد كلي للبكتيريا بتعمل عد كلي للخمائر بتعمل عد كلي للفطريات تبنى البكتيريا لا عشان نشوف هل التلوث عندك عالي ولا انت عملت العملية التصناعية في ظروف جيدة وخالية من اي تلوث في عندك حاجة تانية اسمها الفحوصات الفيزيائية ايه المحصود بالفحوصات الفيزيائية دي المحصود بيها بطاقة البيان كل ما يقص بطاقة البيان يعني انت بتعمل ايه ان بطاقة البيان استوفت كل الشروط اللي الموجود المفروض تعرفها ايه يا الشروط او مطابط البيان المفروض يكون فيها ايه المفروض يكون فيها نوع المنتج والحجم بتاعه يكتب في البطاقة المفروض يكون عدم وجود اي مادة غير مسموح بيها لا يعني بطاقة البيان دي ما تكتبش انت حاجة وانت حاطت حاجة تانية لا ما ينفعش انت دلوقتي لازم تشوف اسم المنتج وعنوانه كل داي الكتب والمصنع اللي انتك فيه عايز تكتب تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية برضو عايز المفروض تعرف نسبة العصير في الشراب لو كان الشراب طبيعي تشوف نسبة العصير ايه لكن في الشراب الصناعي طبعا ما فيهوش عصير هيبقى محلول سكري فقط ايه الفحوصات الكيميائية ايه الفحوصات الكيميائية اللي المفروض تتعمل على الشراب انت بتعمل كذا حاجة اول حاجة تتأكد من عدم وجود اي مادة حفظة محزورة كل دي بتتعمل لها تحاليل في المعامل علشان خاطر لابد ان المادة الحفظة اللي بستخدمها لابد انها تكون موجودة في المواصفة القياسية برضو من دمنا الحاجات ان انت بتأكد من عدم وجود اي مواد ملونة محزورة كل ده من نتيجة التحاليل لان انت ما تقدرش تحط مادة حفظة او مادة ملونة ممنوع استخدامها يبقى انت كده المنتج ده عندك مش سليم او انت بتعمل تتأكد من عدم وجود اي مادة كحولية خلي من الكحول برضو يجب ان لا تزيد نسبة المتبقي من المبيدات على الحدود المسموح بيها ساعد بعض انواع من الفواكه لما بتجي تتعامل عصير العصير ده بيدخل في الشراب ممكن تكون فيه نسبة مبيدات فلتت منها كده برضو فيه نسبة المتبقي لابد ان يكون في الحدود المسموح بيها برضو لابد ان احنا نتأكد خصوصا لما نيجي نعمل منتج في حمية خاصة يعني منتج للناس اللي هما بيعملوا دايت او بيعملوا بسا بيبقى فيه نسبة الياف عالية لابد ان احنا بنتأكد ان تركيز كل من السكريات والفيتامينات والالياف اللي هي بتضاف للعصائر اللي هما بيستخدموها بتوع الحمية والتغذية العلاجية لابد ان تكون في حدود الحدود والانواع المسموح بيها يبقى احنا دلوقتي كده احنا قلنا كزا حاجة دلوقتي عندك منتج المنتج عملته المفروض المنتج ده طبعا احنا في المعايير الاداء مش هيكون انا بديكم جزء المعرفي بقد في هذا الجزء يعني ايه الجزء المعرفي انت بش هتروح انت تعمل شغل مايكروبيولوجي قدامي لا طبعا انت بتعمل عملية ان انت بتتأكد من الفحص الميكروبيولوجي ان انت بتعمل بتاع البكتيريا بتشوف عد الكولي بتاع البكتيريا قد ايه وهل هي في المسموح بيها ولا لأ وقلتلك فيه نوعين من انواع البكتيريا اللي هي عشان بس تضمن ان المياه اللي انت استخدمتها مياه نظيفة ما فيهاش اي تلوث خصوصا بمياه المجاري والكلام ده فاحنا بنشوف الاشريشة قولاي وبنستخدم بنكشف عن الكوليفورم كلمان بنستخدم اللي هو الخمائر الخمائر والفطريات دي برضو بنعمل total count لها علشان نعرف هل فعلا ده من خلال هذا العد انت هتعرف انت كنت اشتغلت بشغط صحية مضموطة او اشتغلت فيه ظروف سيئة هتعرف على طول برضو عندنا الفحصات الفيزيائية بطاقة البيان بطاقة البيان بنشوفها هل هي مستوفية كل حاجة ولا لأ انت ممكن تكون واحد بيشتغل بمادة حفظة مش معروفة صعب تكشف عنها يبقى انت ليه تستخدم حاجة احنا مش عارفينها يبقى دي محظورة يبقى لابد ان احنا نبقى عارفين بطاقة البيان مستوفية للشروط المادة الملونة اللي انت حاطتها وكتبها اسمها هل هي معروفة ولا لأ تاريخ الانتاج اسم المنتج تركيز السكر فيه لو كان تركيز السكر قد ايه كلام دي يقول لها اسمها استفاء البطاقة كل ما بيكون البطاقة مكتوبة بطريقة صحيحة انت المنتج انت بتحس ان المنتج ده جودته عالية وتحس ان هو آمن ليك ان انت تبتدي تستهلكه بدون اي 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 خوف فيه عندك طبعا اللي هي الفحوصات الكمية اي نفس الفحوصات الكمية بتعمل كل حاجة خاصة بالكمائيات فيه نسبة كحول هل في مبيدات هل في المادة الحفظة مش معروفة كل دي اسمها حاجات علشان المنتج اللي عندك يبتدي انت تبقى عارف هو ايه بالزبط تبقى عارف ايه بالزبط تحس ان هو فيه نوع من الامن الكلام ده بيتعامل للتلات حاجات للعصير والشراب الطبيعي والشراب الصناعي والشراب المستخلص نجي بعد كده تاني نبص الحاجة تانية ايه هي عايزين نعرف ايه هي بقى ده الشغل بتاعنا ايه هي بطاقة الملاحظة اداء الطالب المرتبطة بتصنيع العصائر والمشروبات دي البطاقة اللي انا هقيم الطالب عليها وحبتدي اشوفه بيعمل ايه تعالوا نشوف كده اول حاجة هيعمل ايه الطالب اول حاجة يحضر المحلول السكري حسب التركيز المطلوب تبقى للمواصفة القياسية تدلوقتي بتعمل شراب صناعي شراب صناعي قلنا المحلول السكري تركيز بيتحول لشراب تركيز السكر فيه كام سبعين في المية يبقى هتعرف هتاخد قدقى مية وحتاخد قدقى كلمة سكر وحتوزنهم قدامي بطريقة صحيحة وحتقول هتقدر تحضر المحلول السكري وممكن انت طبعا تقيس التركيز بتاعه بالرفركتوميتر تشوف تركيز بالرفركتوميتر لو كان محلول سكري هتقيسه بالايه بالايدروميتر البالنج او البيركس او بعد كده عندك للمواصفة القياسية تلك لازم توزن حمد السكريك اللي هي 5 جرام لكل واحد كيلو سكر ده اللي انت هتعمله قصاد المقيم بيضيف حمد السكريك تبقى للممارسات التصناعية الجيدة طبعا بيضيف حمد السكريك بعد ما يضمن تماما ان المحلول السكري السكر داب خالص في المحلول في المية وعمل محلول السكري كل ده كان على الساخن بعد كده يزن بنزوات السوتيوم تبقى للمواصفة القياسية وعارفين تعني ايه تبقى للمواصفة القياسية نعف كميتها قد ايه واحنا في الجزء المعارف يعرفنا ان هي عبارة عن 1 جرام لكل واحد كيلو مخلوط بعد كده بيضيف بنزوات السوتيوم وفق السوتيوم وفقها للممارسات التصناعية الجيدة بمعنى ان انت ما بتيجي تضيف بنزوات السوتيوم ما تضيفهاش في سورة بودر على طول قلتلك لابد ان انت بتدوبها شوية في مية وبعد كده بتبتدي تحطها على المحلول السكري اللي عندك اللي هيتحول للشراب الصناعي بعد كده بيبرد المحلول السكري المركز هو مش المفروض المحلول السكري المركز المفروض يبرد الشراب السكري المركز وفقا للممارسات التصناعية الجيدة طبعا دلوقتي انت دلوقتي مسكت المحلول وابتدى المحلول يتقل معاك واصبح اسمه شراب مركز وفقا للممارسات التصناعية الجيدة بعد كده يضيف الأسانس تبقى للمواصفات القياسية وقلنا أنه هو بيضيف الأسانس على البارد حتى لا يحدث تطاير لي بعد كده بيضيف اللون النباتي حسب نوع الشراب تبقى للمواصفة القياسية أنت عندك اللون طبعا أنت عندك مثلا واردة هتعمل لون أحمر عايز تدي طعم الفراولة تدي أسانس فراولة مع اللون الأحمر عايز تدي شراب برطقان صناعي هتحط أسانس لونه برطقالي وتبقى اللون تبقى برطقان وتدي الأسانس بتاع البرطقان يعني لابد أنه هو الأسانس واللون بيكونوا متنغمين ومنسجمين مع بعض عشان يدي المنتج منطقي شوية يعني بعد كده بيصف الشراب تبقى للممارسات التصناعية الجيدة هو خلاص عمل شراب تركيزه 70% يبتدي يصفي لو كان فيه أي شواب أو أي حاجة وبعد كده يبتدي يعمل يعبئ المنتج في العبوات المناسبة تبقى للإشتراطات الصحية دي من ضمن الحاجات المفروض برضو الطالب يعملها أنه هو يعبئ المنتج بطريقة صحيحة بعد كده لصق البيانات على المنتج تبقى للإشتراطات الصحية لصق البيانات على المنتج تبقى للإشتراطات الصحية هناخد تاني حاجة اللي احنا بنقول عليه الشراب المستخلص احنا الشراب المستخلص عندنا ده عبارة عن شراب بيبقى شراب محبب جدا بيبقى مركز بس الشراب المستخلص بنستخدم فيه حاجات احنا بنعرفها و بناخدها بنعملها في رمضان زي ايه زي عندك العرقصوس زي عندك الكركتيه زي عندك الخروب كل دي بنعمل منها زي شراب مركز طيب احنا مثلا أنا عايزة وريكو حاجة عاملة اللي هي زي العرقصوس عندك اهي العرقصوس قدامك ده هنصنع منه الشراب المستخلص ده شكل العرقصوس فيه عندك حاجة تانية فيه عندك حاجة عاملة زي ايه عاملة زي اللي هي كركتيه اهو كركتيه قدامك اهو ده الكركتيه اللي حنعمل منه الشراب المستخلص طيب انت دلوقتي لما بتيجي تعمل الشراب المستخلص للكركتيه او للعرقصوس بالنسبة ليه العرقصوس انت اول حاجة يضوبك انت بتاخد العرقصوس اللي عندك ده بتبتدي قبل ما بتيجي تشتغل به انت يا دوبك بتعمله عملية تندية بالمية يعني يا دوبك بتحط عليه شوية مية كده خفيفة شوية مية كده خفيفة طبعا بسيطة كده وبتبتدي تعمل عملية ايه بتبتدي تعمل عملية فرق ليه شوية ليه بتعمل عملية فرق ليه كده شوية طبعا بتبقى لابس كده بتبتدي تعمل تبتدي تعمل عملية العجلي ليه كده علشان بيكتسب اللون اللي هو البني القاتم خلاص بعد كده ما بتيجي تعمله كده وبتبتدي تعمل عملية العجل ده كده اهو بس كده بعد كده بتمسك حاجة زي الايه بتمسك حاجة اللي هي الشاشة عندك الشاشة اهو عندك الشاشة بتبتدي تفتح الشاشة عندك اهو وتبتدي تحط فيه تبتدي تحط فيه العرقصوس معانا كلنا اهو وتبتدي تقفل الشياش كده كويس جدا اهو كده وبعد كده بعد ما بيجي تقفل خالص يتحط كده يتقفل يتعمل كده ويبتدي يتحط فين يتحط في العبوة بتاعته كده وتبتدي تحط عليه الماء بعد ما يتقفل الاحكام بتاعته تبتدي تحط عليه الماء كده خلال تبتدي ده بتعمله عملية ايه نقع تبتدي تسيبه منقوع لفترة علشان خاطر يبتدي ينزل كل يتعمل ايه زي كده العرقصوس اللي عندنا بالنسبة للكركة دي بالنسبة للكركة دي الكركة دي برضو سهل جدا احنا بنعمل ايه بناخد عندنا الكركة دي اللي عندنا هو كده ويبتدي يتعمل عملية النقع في الماء تبص تلاقي تحط الماء عليها تبتدي تغطي بالماء طب بتنقعه حوالي ايه بتنقعه حوالي من اربع ساعات وبعد كده ما بيتنقع في الماء زي ما انت شايف كده بعد كده بيبتدي يتاخد ده ويتعمل عملية غليان ليه ومن خلال عملية الغليان ليه تبتدي تحدد نسبة السكر اللي انت هتبتدي تحطها في الشراب المستخلص يعني عندك دلوقتي كده انت دلوقتي بعد ما عملت الكركة دي شايف ده اسمه مستخلص الكركة دي بس ده مستخلص الكركة دي بعد ما تعمله عملية الغليان اصبح ده شكله زي ما انت شايف كده دلوقتي اللي انت دلوقتي ممكن تعمل مستخلص الكركة دي او بتستخدم مستخلص الكركة دي سهل جدا انت هتعمله ايه اللي انت هتعمله هتبتدي انت رقم واحد هتبتدي تمسك الكركة دي اللي عندك وتبتدي تنقعه في المية المية دي هتبتدي تحطها على المناربع لست ساعات لحد ما لقيه بس تلاقي كل السبغات وكل المركبات بتاعت الكركدين نزلت في هذا الماء خلاص انت بعد كده بتاخد هذا المستخلص وتبتدي تشوف تركيزه قد ايه علشان خاطر تعرف تحسب كمية السكر اللي هتبتدي تحطها يعني انت دلوقتي كنت بتعمل ايه كنت الاول بتحط العصير وتحط عليه السكر لا ده انت بتاخد المستخلص بتاع الكركدين وتبتدي تحط فيه وتحط نسبة السكر وحتبتدي تعمل اضافة السكر على الساخن وبنفس الطريقة وبنفس الطريقة اللي بتعمل بيها الشراب الطبيعي هتعمل نفس حكاية الخطوات اللي انت بتعملها في استخلص الكركدين تبتدي شراب الكركدين المستخلص يبتدي عملية الازابة بنعمل عملية الازابة كامنة على الساخن للسكر حتى يذوب السكر تماما بعد كده بيتم اضافة حامض الستريك برضو حامد الستريك بنضيفه من 3 ل 5 جرام لكل 1 كيلو سكر طيب بعد كده نضيف المادة الحافظة نحن بنضيف البنزوات بنضيف البنزوات اللي هي برضو 1 جرام لكل 1 كيلو مخلوط نفس الكلام هو هو وبعد كده بتيجي تعمل خلي بالك انت برضو ممكن عايز تعمل تشك على شراب المستخلص برضو انت بتاخد عينة بالريفراجتوميتر وتشقيس التركيز بتاعك تبقى انت عامل عملية متابعة لهذا المستخلص ليه بعد كده الشراب ده طبعا بعد ما بيجي يوصل للتركيز المطلوب وحطيت فيه بتحط بعد كده المادة الحافظة بتاعتك اللي هي بعد حامد الستريك اللي هو بنزوات السوديوم وبعد كده بتحضر العبوات بتاعتك المناسبة علشان تبتدي تحط فيها ايه علشان تبتدي تحط فيها الشراب بتاعك المستخلص الشراب المستخلص ده شراب محبب جدا في شهر رمضان وإحنا بناخده ونبتدي نخففه بالمية ونبقى مش محتاج اي اضافات ليه سواء انت بتحط عليه مية بس وتشربه بالنسبة للعرقصوس طبعا لقى العرقصوس ده مختلف كده زي بقى انا قلتلك عملته صادق تلوقتي انت بتاخد العرقصوس بتبلله يده بتعمله عملية ترطيب بالمية وبعد كده بتعمل عملية ايه فرق ليه كده شوية عشان خلاص يكتسب اللون البوني وبعد كده بتحطه في الشاشة وتربطه كويس جدا جدا بتقفله ويتبتدي تنقعه في المية طبعا هو هينزل كل المركبات بتاعته والعرقصوس ده يبتدي ياخد ويتصفة وبعد ما بيتصفة ده ما بتحطلهش سكر ده ما بتحطلهش سكر بيتاخد ويبتدي يتشرب بيبقى حلو جدا في شهر رمضان وفي الايام اللي فيها حر وبيبقى محبب جدا عندنا حاجات كتيرة جدا شرب مستخلص عندنا الخروب في الدوم الكلام ده كله ودي بتبقى حلوة وفي نفس الوقت كنحية صحية بتبقى ممتازة جدا جدا طيب ما نجي كده نشوف مع بعض ايه هي الخطوات الاساسية ولي صناعة الشراب المستخلص اول حاجة عندنا طريقة التحضير اول حاجة بنعملها عملية ايه اسمها عملية التحضير او عملية النقع زي ما انت شايف كده عندك التحضير النقع بتبقى عندك دلوقت زي ما انت شايف كده حاطله الميا وفي عندك اللي هي العرقصوس تمالي برضه عمليله وعملية نقع بس ده بعد ما خلصت نقع وخلص وتصفى بعد كده بنعمل التصفية وتحديد مستوى التركيز بتعمل تصفية بقى دلوقتي عشان بيبقى عندك ايه زي ما انا وريتك في الكوباية كده اللي عندك اللي شفنا الكركة ده وحنشوف قد ايه مستوى التركيز بتاعه نقيسه وبعد كده عشان نعمل ايه نعمل الخطوة اللي بعد كده اللي هي اضافة السكر احنا بنضيف السكر على الساخن يعني بعد ما بنيجي نعمل عملية اضافة السكر بنعمل التعبيقة وغلق ونسك البيانات ممكن كمان تضيف حمد السكر عشان نعملنا عملية التسكير بنعمل تعبيقة والغلق للزجاجيات وبعد كده بنعمل لسك للبطاقات وبيانات التعريف بالمشروب لابد ان انت تبقى عارف تقول مستخلص شراب الكركة ده مستخلص شراب الخروب تقول كل الاضافات اللي انت حطتها عندك سيان كان حتحط مادة حفزة عايز تحطها عايز تحط حطت لون طبعا هو في الغالب يعني فيه ناس عاد بتحط لون على اساس انها تقل اللون شوية بس يستحسن عدم استخدام الالوان الا الوان الطبيعية فيه عندك كمان دي بقى الحاجة اللي انا حقيمك عليها ايه اللي انا حقيمك عليها اللي هي بطاقة ملاحظة اداء الطالب مرتبطة بتصنيع العصائر والمشروبات ايه هي الحاجة اللي انا حقيمك عليها بصي كده اول حاجة يصنع الشراب المستخلص هو ده اللي انا اللي انا حقيمك عليه تصنعه ازاي هنقول اول حاجة هي يختار الصنف المناسب تبقى للنوع الشراب المعد ده دلوقتي هتستخدم كاركا دي با هتستخدم الكاركا دي هتستخدم عرقصوس هتجيب عرقصوس دي اول حاجة هيختار الصنف تاني حاجة هيعملها يخسل الصنف غسيل جيد تبقى للاشتراطات الصحية تبقى قبل ما بتيجي تشتغل تبقى يخسل كل حاجة قبل ما تعمل اي حاجة في بعد كده يجز الصنف لتسهيل عملية الاستخلاص تبقى للممارسات التصناعية الجيدة لو الحاجات اللي هي عايزة تتجزق زي مثلا عندك الخروب مثلا ممكن يتطحن عندك العرقصوس برضو العصوس اللي انا وردها لكو ده ده اساسا مطحون بيبقى يعني متجزق خالص طيب بعد كده بيعمل ايه ينقع الصنف المجزق في كمية من الميا تبقى للممارسات التصناعية الجيدة زي ما انا قلتلك كده وزي ما انا قعت قصادك بتبقى بتنقع الصنف اللي انت عايز ينكر كاديه او أرقصوس او دوم او خروب على حسب اللي انت عايزه بعد كده يسخن المخلوط السابق حتى الغليان طبعا انت بتسخن المخلوط السابق حتى الغليان تبقى للممارسات التصناعية الجيدة كل دي معايير اداء الطالب حيعملها بعد كده هيعمل ايه يصف المستخلص اللي تبقى للاشتراطات الصحية يبتدي يصفيه لو فيه اي شوائب فيه يبتدي يشيله خالص بعد كده يقدر وزن السكر حسب كمية المستخلص تبقى للمواصفة القياسية هو خلاص نقع مثلا هنكون مثال كالكاركا دي كده بعد ما نقع من 4 ل 6 ساعات هيبتدي يعمل عملية التصفية بعد ما عمل عملية التصفية هيبتدي يشوف وزنه قد ايه كمية المستخلص ده قد ايه علشان خاطر يحدد كمية السكر اللي حتدي يحطها على هذا المستخلص بعد كده بيوزيب السكر الذي سبق تقديره في المستخلص في المستخلص الساخد تبقى للممارسات التصناعية الجيدة هو طبعا خد المستخلص زي ما انا وريتكم ان احنا عملنا عملية النقع الاول بعد عملية النقع ابتدينا نصفي بعد ما صفينا خدناه وغلناه وابتدينا بعد ما هو بيغلي ابتدينا نحط نقدر كمية المستخلص قد ايه علشان نحط السكر عليه نقدر كمية السكر بعد ما حطينا السكر بنبتدي نعمل عملية ايزابة للسكر اللي قدرناه طبعا الكلام ده بيكون ايه بيكون على الساخن بيكون على ايه على الساخن علشان دي هتسرع لنا من العملية بعد كده يرفع المستخلص من على النار حتى تمام الزوابان تبقى للاشتراطات الصحية طبعا هو عارف خلاص ان السكر ابتدى يضوب معاه خلاص يبتدي يرفعها من على النار وبعد كده بيعمل ايه؟ يقشط الريم المتكون من على سطح المستخلص تبقى للممارسات التصناعية بيسيب طبعا لو في اي ريم او اي شوائب ابتدت تبقى موجودة على المستخلص يبتدي يشيلها تماما علشان يبقى عندك المستخلص معمول بطريقة كويسة يضيف حمد الستريك للمستخلص تبقى للمواصفة قياسية خلي بالك انا قلتلك ان هو بيشوف حجم المستخلص قد ايه؟ وبالتالي هيبتدي يحط كمية السكر قد ايه؟ وبالتالي برضو علشان بعد ما يتطمن تماما ان هو السكر داب وابتدى قشط الريم المتكون اول باول هيبتدي يعمل ايه؟ هيبتدي ان هو يحط حمد الستريك وبعد ما هيكي يحط حمد الستريك اما نشوف هو هيعمل ايه تاني هيبتدي يعمل ايه؟ يضيف البنزوات للمستخلص تبقى لالشروط المواصفة القياسية بعد كده يصف الشراب المستخلص طبعا بعد اما ايه؟ بعد اما خلاص ابتدى حط البنزوات بعد لاني قلنا البنزوات لا تعمل الا في الوسط الحمد يبتدي يصف الشراب المستخلص بالشاش تبقى للممارسات التصناعية الجيدة بعد كده هيعمل ايه؟ بيبرد الشراب المستخلص تبقى للاشتراطات الصحية بيبردوا طبعا تاني وحيبتدي يعبأ الشراب المستخلص وفقا للاشتراطات الصحية وبعد كده هيعمل ايه؟ يبتدي طبعا يبقى كده خلص من هذه الحلقة وعرف ازاي يقارب ما بين العصير وما بين الشراب الطبيعي والشراب الصناعي وعرفنا النهاردة ازاي نصنع الشراب المستخلص ان شاء الله بالتوفيق والنجاح على امل اللقاء بيكم ان شاء الله في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله